السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل حفظ الحديث بارك الله فيكم ونفع بكم وأعطاكم حتى يرضيكم يا رب العالمين اليوم أحبتي عندنا الحديث الخامس عشر من أحاديث النووية الأربعين النووية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم شرح وفوائل الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قال الشافعي رحمه الله تعالى معنى الحديث إذا أراد أن يتكلم فليفكر فإن ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم وإن ظهر أن فيه ضررا أو شك فيه أمسك وقال الإمام الجليل أبو محمد بن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه جميع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام تركه ما لا يعنيه وقوله صلى الله عليه وسلم الذي اختصر له الوصية لا تغضب وقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ونقل عن أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى أنه قال السكوت في وقته صفة الرجال كما أن النطق في موضعه من أشرف الخصال قال وسمعت أبا علي الدقاق يقول من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس وكذا نقله في حلية العلماء عن غير واحد وفي حلية الأولياء أن الإنسان ينبغي له أن لا يخرج من كلامه إلا ما يحتاج إليه كما أنه لا ينفق من كسبه إلا ما يحتاج إليه وقال لو كنتم تشترون الكاغذة للحفظة لسكتتم عن كثير من الكلام وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من فقه الرجل قلة كلامه فيما لا يعنيه وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال العافية في عشرة أجزاء تسعة منها في الصمت إلا عن ذكر الله تعالى عز وجل ويقال من سكت فسلم كمن قال فغنم وقيل لبعضهم لما لزمت السكوت قال لأن لم أندم على السكوت قط وقد ندمت على الكلام مرارا ومما قيل جرح اللسان كجرح اليد وقيل اللسان كلب عقور إن خلي عنه عقر وروي عنه عن علي رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه قال القاضي عياض معنى الحليث أن من التزم شرائع الإسلام لزمه إكرام الضيف والجار وقد قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يصين بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وقال صلى الله عليه وسلم من آذى جاره ملكه الله داره وقوله تعالى والجار للقربة والجار الجنود الجار يقع على أربعة الساكن معك في البيت قال الشاعر أجارتنا بالبيت إنك طالق ويقع على من لاسق بيتك ويقع على أربعين دارا من كل جانب ويقع على من يسكن معك في البلد قال الله تعالى ثم لا يجابرونك فيها إلا قليلا فالجار القريب المسلم له ثلاثة حقوق والجار البعيد المسلم له حقان وغير القريب المسلم له حق واحد والضيافة من آداب الإسلام وخلق النبيين والصالحين وقد أوجبها الليث ليلة واحدة واختلفوا أهل الضيافة على الحاضر والبادي أما على البادي خاصة فذهب الشافعي ومحمد بن عبد الحكم إلى أنها على الحاضر والبادي وذهب مالك وسحنون إلى أنها على أهل البوادي لأن المسافر يجد في الحضر المنازل في الفنادق ومواضع النزول أحبكم في الله أخواتي ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا